الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان السادسة بتوقيت بغداد هذه نشرة مباشرة والبداية كالعادة بأبرز العنوي قبل زيارته إلى تركيا رئيس الوزراء يكشف أبرز الملفات أمن الحدود وحل مشكلة المياه وزيادة التعاون الاقتصادية درع بغداد يطيح بمفرزة إرهابية قتلت الشرطة المحلية والأمن الوطني يحصد قتلة وخاطفين ومهربين في ديالة باحثون يبتزون المشمولين بالحماية الاجتماعية والنزاهة تضبط تجاوزا تاريخيا على عقارات الدولة في نينوى البداية دبلوماسيا إذ كشف رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أبرز الملفات التي سينقشها مع الجانب التركي خلال زيارته المرتقبة إلى أنقرة وفيما بينان مشكلة المياه ستحتل حيزا من نقاشات هذه الزيارة وأوضح أن ضبط الحدود والتعاون الاستخباري ستكون ضمن أبرز الملفات وقال السوداني إن الزيارة إلى تركيا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت مع التطورات الإجرابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مبينا أن مشروع مياه الفاو سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وجيرانه وعلى رأسهم تركيا كما أضاف السوداني أن تفاصيل هذا المشروع ستناقشه مع المسؤولين الأتراك في إطار المساعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا دبلوماسيا أيضا نكد السوداني الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع السعودية هذه المرة في مختلف القطاعات وذلك خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي وبدوره وجه وزير التجارة السعودي دعوة إلى رئيس الوزراء لزيارة المملكة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان الوزير السعودي قد التقى في وقت سابق رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وبحث معه دور القضاء في حماية البيئة الآمنة للاستثمار إلى ذلك أوضح رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أن التيار الصدري ليس بحالة عزلة سياسية لكنه انسحب لعدم تمكنه من تشكيل حكومة وفق رؤيته وضف السودان بتصريحات صحافية أن مطالب المكون السني ليست مستحيلة بل هي استحقاق كان يفترض إنجازه منذ سنوات عدة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة ستصل في الأيام القادمة لمرحلة نزع السلاح من كل القوى ولن يبقى سلاح خارج سيطرة الدولة وإلى جلسة البرلمان التي عقدت فجر اليوم والتي حضد خلالها موعد انتخابات مجالس المحافظات في السادس من تشرين الثاني خلال هذا العام إذ صوت البرلمان على سبع مواد من أصل خمسة عشر مادة ضمن مخترح قانون الانتخابات المحلية والبرلمانية خلال جلسته التي عقدت فجر هذا الاثنين وكشف المجلس تصويته على المادة الخامسة عشر التي تتضمن تحديد عدد مقاعد البرلمان والبالغ عددها ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا تشمل جميع المكونات فيما صوت أيضا على المادة السادسة عشر من قانون الانتخابات التي تتعلق بالمفوضية وكيفية إجراء الانتخابات فيما ذكر المكتب الإعلامي للبرلمان أن الجلسة التي حضرها 171 نائبا ستستأنف يوم السبت المقبل وذلك لاستكمال تصويت على باقي مواد القانون في جلسة استمرت حتى ساعة الفجر الأولى البرلمان يمرر جزءا من قانون الانتخابات ويرحل بعض المواد الخلافية إلى جلسة السبت تتابع التصويت على مقترح اللجنة حتى مطلع الفجر استمرت جلسة البرلمان بعد عشرين ساعة مستمرة من المفاوضات بين الكتل السياسية احتجاج المستقلين والكتل الناشئة كان واضحا على مدار الوقت في البيت التشريعي بهتافات تندد بالقانون وتطالب بتعديله اعتراضات لم تؤثر على انعقاد الجلسة التي عقدت بعد الرابعة صباحا وانتهت بتمرير نصف قانون الانتخابات وتأجيل النصف الآخر إلى السبت المقبل استمرنا على رأينا ضد هذا المشروع القانون هذا مخالف لإعراء الشعب العراقي والتظاهرات التي خرجت وهناك سبيان كبير لعامة الشعب العراقي وكذلك الشرائح الأخرى هناك رفض كبير لأنه هناك مصادرة لإعراء الشعب العراقي كما أن المرجعية الدينية السابقة سبقة وأن رفضت هذا المشروع تمرير نصف فقرات قانون الانتخابات لم ينهي المشكلة الأساسية فالخلافات على جزئية سانت ليغو 1.7 أو 1.9 لم يحسم حتى اللحظة في وقت يؤكد نواب على الاتفاق بين الكتل النيابية الكبيرة باعتماد المحافظة دائرة واحدة من القوة السياسية الكبيرة متفقة على إمرار القانون بسيغتها دائرة واحدة 1.7 سينتياغو وسبب تعجيل الجلسة لأحد هذه الساعة وجود خلافات رغبة من هيئة الرئاسة من السيد الرئيس والنائب الأول والنائب الرئيس والقوة السياسية ويلادت القانون بشكل يرضى الأغلبية القوة السياسية والشارع العراقي انتهى الشوط الأول بتمرير نصف القانون وبانتظار الشوط الثاني يوم السبت المقبل فهل يحسم تحالف إدارة الدولة القانون أم ستكون للخلافات رأي آخر من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي وفي الشأن الأمني حيث كاشف جهاز الأمن الوطني تفاصيل عمليات ذرع بغداد والتي نفذها في قضائيا تارمية شمالية العاصمة معلناً إلقاء القبض على مفرزة إرهابية نفذت عمليات عدة ضد الأجهزة الأمنية وكذا الشرطة المحلية نفذ أطوانكم في جهاز الأمن الوطني عملية درع بغداد وهي واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي يقوم بها الجهاز لملاحقة فلول العناصر الإرهابية وضرب أوكاره العملية نفذت استناداً لموافقات قضائية وبعد جهود ميدانية ومعلومات استخبارية دقيقة واتسمت بالتكتيك والمباغتة والتنسيق مع القطعات الأمنية الماسكة وقد أسفرت العملية عن الإطاحة بمفرزة إرهابية مكونة من ستة عناصر في منطقة الطارمية شمالية بغداد ومن جملة الجرائم التي قامت بها هذه الزمرة الإرهابية هي مهاجمة القوات الأمنية وزرع العبوات الناسفة وتنفيذ هجوم بالأسلحة الرشاشة أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبي الشرطة المحلية كما أعلن الأمن الوطني أيضاً إلقاء القبض على رؤوس مدبرة ومنفذة لعملية القتل والخطف والتهريب التي شهدتها محافظة ديالة في الآوينة الأخيرة مشيراً إلى إصدار مذكرات قبض بحق متهمين آخرين تجري ملاحقتهم نتابع ملف الخطف والقتل في محافظة ديالة عدد جرائم الخطف والقتل في المحافظة خلال الستة أشهر الأخيرة هي ثمانية حوادث وتم تشخيص الجنات والقبض على أغلبهم بفترة قياسية ومن بينهم قضية خطف الدكتور علي الفسيني كما وتم إصدار مذكرات قبض على الباقين تم يلقاء القبض على أخطر مجرمي المحافظة المدعو أحمد رومية والمطلوب وفق مذكرات قضائية وبأكثر من قضية أهمها الخطف والقتل المتهمين في قضايا الخطف والقتل جراء حالتهم إلى الجهات القضائية وبعضهم صدر بحقه حكما بالإعدام ثانيا ملف المشتقات النفطية عدد الملقى قبض عليهم 105 متهمين من بينهم ضباط ومنتسبين فضلا عن عشرة مهربين رئيسيين في المحافظة أبرزهم الملقب حمودي حمد ووسام حميد كمية المواد المضبوطة من المشتقات النفطية فرابة المليوني لك وبعد مرور عقدين من الزمن على الاحتلال الأمريكي للعراق كشفت استطلاعات للرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت أن غالبية الشعب الأمريكي لا يعتقد أن قرار شن الحرب على العراق كان صحيحا وأجرى موقع أكسيوس الأمريكي استطلاعا للرأي تبين من خلاله أن واحدا وستين في المئة من المشاركين الأمريكيين يعتقدون أن غزو العراق قرار خاطئ موضحا أن ثمانية وخمسين في المئة من الجمهوريين يعتقدون أن أمريكا كانت محقة في الغزو مقارنة بست وعشرين في المئة من الديمقراطيين إذن يستذكر العراقيون الذكرى العشرين للغزو الأمريكي لبلادهم وما تلاها من حقبة حصدت أرواح المواطنين إلى جانب تجربة النظام الديمقراطي والتي عززت من نظام المحاصصة وتفشي الفساد وأيضا ترد الخدمات عشرون عاما مضت على غزو العراق شهدت حمام دم خطف أرواح الكثيرين على الرغم من الأمل بعراق جديد يوفر حياة آمنة واقتصاد قويا ونظاما سياسيا مستقرا يلبي طموح جميع المكونات لكن العراقيين اليوم يرون تجربة الديمقراطية بروح مليئة بالتشاؤم ديمقراطية بلا ديمقراطية وعلامات استخطباتت واضحة عند المواطنين نتيجة فشل المؤسسات الحكومية في توفير الخدمات وتفشي الفساد وانهيار الجانب الصحي وهيمنة نظام المحاصصة وظهور التنظيمات المسلحة والميليشيات كلمة الديمقراطية هي كلمة بدعة لأنه أكثرنا ما نعرف شنو هي الديمقراطية الديمقراطية ناس تفسرها بالحرية وتروح تسوي أي شيء في جانب الفساد في جانب الصحي والخدمي للمواطن لأنه نحن تنشوف من سيء إلى أسوأ يعني فشلة صراحة وبحسب إحصائيات لمنظمات دولية بيّنت أن الغزو الأمريكي دشن مرحلة عنف لم يشهده العراق من قبل حيث قتل مئات الآلاف من العراقين منذ بداية الغزو وحتى الانسحاب الأمريكي سنة 2011 إلى جانب عدم إيمان شريحة كبيرة من الشعب العراقي بفكرة الانتخابات إلى جانب تنديد دولي بجو الأنف الذي يشهده العراق وكما أوردناه في عنوين هذا الموعد الإخباري كاشف وزير العمل وشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن وجود باحثين يحاولون ابتزاز الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية دعينا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي باحث يبتزهم أو يضغط عليهم وقال الأسدي إن هناك مشكلة حقيقية من بعض الباحثين الذين ابتزوا الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية والذين يؤثرون على عمل مئات الآلاف من الباحثين النزيين الذين يقدمون عملا كبيرا خدمة للناس شديدا في الوقت ذاته على أهمية قطع الطريق على المبتزين الذين يسيئون لكل العاملين في الحماية الاجتماعية في الأثناء أعلنت هيئة النزاة الاتحادية ضبط حالات تجاوز على قرابة 350 دون من من الأراضي العائدة للدولة في محافظة نينوى تقدر قيمتها بـ 53 مليار دينار وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة فريق عمل مديرية تحقيق نينوى ضبط خمسة من أصحاب مكاتب العقارات لقيامهم بتقطيع أراضي زراعية وبيعها للمواطنين دون استحصال الموافقات الأصولية مضيفة أنه رصدت مخالفة في صرف أكثر من 34 مليون لتر من الوقود من معملي إسمنت بادوش وحمام العليل شاركت أكثر من 50 شركة محلية وأخرى أجنبية وعددا من الدوائر الخدمية إلى جانب مصارف أهلية وأخرى حكومية في معرض نينوى الدولي وشهد المعرض مشاركة عدد من الشركات ودوائر الحكومية التي عرضت أعمالها ونشطاتها التي قدمتها خدمة لمدينة الموصل إلى جانب مشاركة واسعة لعدد من الشركات المصرية التي لعبت دورا في المشاركة بإعمار محافظة نينوى بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابية أداء اليوم بافتتاح هذا المعرض على أرض معرض نينوى الدولي والمدعوم من قبل بعض المصارف وأيضا مديرية بلديات نينوى وبجهود بعض المؤسسات الأخرى شاركت غرفة تجارة الموصل اليوم بالمعرض أم الربيعين الذي تقيمه معرض أم الربيعين الدولية بمعرض التقنيات والمعلومات المصرفية حيث شاركت أكثر من خمسين جناح في هذا المعرض مع المصارف الحكومية والأهلية كان لمديرية بلديات محافظة نينوى جناح خاص في هذا المعرض وبينت مديرية بلديات نينوى ما قامت به منذ انطلاق عمليات التحرير ولحد الآن وكذلك الأعمال التي قامت بها من تنظيم للمدن وإنشاء المباني والحدائق والمتنزهات والبوابات الأثرية لمداخل المدن إضافة إلى معصارة الزيتون وإنشاء الحمامات المعدنية في ناحية حمام العليل بدوره أكد مدير البنك المركزي في الموصل أن هناك جهودا كبيرة لإعادة الشركة إلى العمل في المحافظة بعد سماح لسبع عشرات شركة بالتعامل بالدولار وأيضا العمولات الأجنبية وفق السعر المحدد من قبل البنك المركزي في بغداد الحقيقة يعني بعد احتلال عصابات داعش لمناطق في قطر العزيز هناك كان قرار لغلق جميع الشركات التعامل بالعملة الأجنبية توصل ببيع وشراء العملة الأجنبية بعد التحرير حقيقة سعى البنك المركزي وبعد افتتاح فرعة في المنطقة الشمالية في بدل جهود كبيرة لإعادة هذه الشركات للعمل بالتنسيق مع جهات الأخرى جهات الأمنية الحكومة المحلية إدارة العامة في البنك المركزي العراقي في بغداد والحمد لله والشكر يعني بالفترة الأخيرة تم فتح سبعة عشر شركة وعادتها للعمل مرة ثانية هذه الشركات في البداية منعت من التعامل بالدولار يعني سبحنا بإجراء كل التحويلات والتعامل بكل العملات عدد دولار اليوم الحمد لله يعني بعد خروج اثناء عشر شركة من قوائم الحرمان فسح للمجال للتعامل بالدولار أيضا وهناك خطوة مقبلة يعني احنا مستفشرين بها خيرا إن شاء الله أنه بعد اندماج عشر شركات وتسجيلها في مسجد الشركات سيكون تصنيفها أي ويمكن في ذلك الوقت الدخول هي ضمن نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بسعر رسم العفو من البنك المركزي العراق وفي المدن المحررات عيون الأهالي هناك ترنر لموازنة قد تنهي أزمتي الطعوضات وأيضا النزوح وتدعم حركة الإعمار المتسارع نتابع موازنة انفجارية ثلاثية تعد الأولى من نوعها هكذا وصفتها الحكومة المركزية أما المحافظات المحررة فما تزال تنتظر نصيبها من تلك الموازنة التي تقدر بنحو 150 مليار دولار كل ذلك ليس مهما ما لم تتضمن الموازنة بنودا تدعم حركة الإعمار والبناء في المناطق المنكوبة هكذا يعمل الأهالي الموازنة هي الأهم إذا ما قرنت بموازنات الأعوام السابقة وهي الأطول لأول مرة يتم إنجاز موازنة في مجلسة وزراء لمدة ثلاثة أعوام فيها دعم واضح للقطاع الخاص وتم إنشاء صندوق العراق للتنمية بقيمة تريليون دينار عراقي لدعم القطاع الخاص وفيها اهتمام للمحافظات الفقيرة والمتضررة الأنبار واحدة من المحافظات المحررة الذين تضلعوا فيها نحو مليوني مواطن ومنهم ثلاثون ألفا من أصحاب الدور المتضررة إلى صرف التعويضات بعد إقرار الموازنة فيما يؤكده شيوخ العشائر أن صرف التعويضات سيسهمه بشكل كبير في إنهاء ملف النازحين يعتبر قانون الموازنة من القوانين المهمة بالنسبة للعراقيين عامة ولأهالي الأنبار خاصة وتأتي خصوصية هذا القانون بالنسبة لمحافظة الأنبار لارتباط عدة ملفات مهمة وملفات مصيرية في المحافظة بهذا القانون ومن هذه الملفات وملف التعويضات هذا الملف الذي لم ينصف أهالي الأنبار لا من حيث الضوابط التي وضعت في هذا القانون لا من حيث التنفيذ عدد كبير من النازحين لم يعودوا إلى دورهم بسبب عدم تعويضهم وكذلك عدد كثير من المزارعين لم يعودوا إلى حقولهم بسبب عدم استلامهم للتعويضات اليوم مواطق المحررة حقيقة تنتظر الموافقة والإقرار على هذه الموازنة خصوصا في محافظة الأنبار وباقي المحافظات المحررة من حصابات داعش الإرهابي لصرف مبالغ التعويضات وأيضا لتوفير التخصيصات المالية للمشاريع الخدمية المتوقفة خصوصا خلال الفترة اللي موضت وكانت المحافظات المحررة قد اعتمدت على الموازنة التشغيلية وأموال صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في تمويل حملات الإعمار لا سيما مع غياب قانون الموازنة لأكثر من سنتين من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة واستعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم افتتحت وزارة التجارة مراكز بيع بأسعار مخفضة في بغداد وذلك لدعم الفقراء خلال الشهر الفضيل المزيد في سياق هذه المراسلة مئات المنتجات الغذائية الأساسية عرضت بأسعار مخفضة بنسبة بين 25 و40% من قيمتها في السوق عبر منفذ افتتحته وزارة التجارة في بغداد بالتعاون مع مجموعة من الشركات قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك لدعم المواطنين اليوم نقول هذه عنصر أمان تدخل وزارة التجارة في توازن السوق من خلال توزيع البطاقة التموينية وثم من جماعات تسويقية للحد من المضاربات والاحتكار ومن خلالكم أقول أن وزارة التجارة عدت العدة أن أي إشارة لأي سعر من خلال الجهة الرقابية زيادة في الأسعار رح تدخل وزارة التجارة وتجيب هذه المادة وتوفرها بأرخص ثمن وتخلي البضاعة نائمة على قلب التاجر هذا المنفذ التسويقي واحد من بين ثلاثة منافذ افتتحتها التجارة في بغداد اثنان في جانب الكرخ وثالث في جانب الرصافة تباع فيها الحاجات الأساسية لمعدة الإفطارة بالإضافة إلى حليب الأطفال واللحوم والدجاج بسعر التكلفة وبالتعاون مع كبار التجار والشركات كافة المواد الغذائية ستنبعها في هذه المنافذ دون استثناء المواد الجافة الطرية البقوليات اللحوم البيض الأسماك الحليب الأجبان كافة المواد وبأسعار تنافسية طبعا السعر تغضع وزارة التجارة بأسعار الكلفة منفذ في مدينة الحرية في مركز مبيعات الحرية والمنفذ هذا اللي هو بمدينة الأسكان مركز مبيعات الكرخ وآدمة منفذ الثالث هو بمدينة الصدر مركز مبيعات الصدر الهدف من هذه المنافذ حقيقة تعرف احنا اليوم شهر رمضان يعني مقبلين على شهر رمضان الهدف السيطر على أسعار السوق التسيينات اللي حصلناها من وزار التجارة من وزير التجارة ووزارة التجارة كانت تأثيرات جيدة تساهم أن الشركات تحمل في الشيء بسيط على الأسعار وعلى الكلفة مبادرة تأتي لدعم العائلات الفقيرة ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الشهر الفضيل لرفع أسعار المواد الغذائية في وقت تؤكد فيه وزارة التجارة البدء بحملات مراقبة موسعة للأسواق على الحديد قناة الفلوجة بغداد وفي المثنى انتقدت منظمات حقوقية انتقدت تنامي ظاهرة زواج القاصرات وطالبوا البلمان بإجراءات رادعة من خلال تعديل بعض القوانين نتبع تنامي ظاهرة زواج القاصرات المعروف بالزواج المبكر في المثنى زاد من مخوف منظمات المجتمع المدني الخاصة برعاية المرأة لما لها من تبعات اجتماعية خطيرة على المجتمع التي جسدها مركز حقوق المرأة في السماوة وبالتنسيق مع شبكة مكافحة الاتجار بالمرأة في العراق ضمن برنامج مستقبل بلا عنف في العراق نفذ اليوم مركز حقوق المرأة في السماوة أنشطته التي تهدف إلى صرع التغيير لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج القاصرات والنشاط يتضمن مسرحية حية ومعرض للرسومات برأيي أشوف أنه زواج القاصرات هو أكبر مشكلة يواجهها المجتمع العراقي أو بالأطلب المجتمع العربي بصورة عامة لأنه البرأة ستبني أسره ستبني مجتمع فأما هذا المجتمع يكون صالح أما هذا المجتمع لا أنا كبنية وطالبة جاي أشوفوا هواي حالات وياي بالدوام سؤال عن شنو مثلا ليشتش شوفوا البنية بدهور حالتها وهاي وهو سبب أنه مجبور على الزواج أما الأهل يردون مثل شون ما نقول يردون الصيط أو يردون الفلوس هذا وطالب نشطون مجلس النواب بتعديل كثير من التشريعات التي تسمح بانتهاك حقوق المرأة من خلال إجبارها على الزواج المبكر منتقدين استمرار هذا الأمر دون معالجات توعوية للأهالي وللمقبلين على الزواج لا بد أن يكون هناك تشريعات قانونية والتشريعات القانونية هي الحلول التي تحكم إيقاع وتضبط إيقاع المجتمع كلما ظهرت حالة سلبية لا بد من معالجتها عن طريق تشريع محكم ويكون هذا التشريع مقترن بعقوبة بجزاء فنتمنى من الله أن تكون هذه الحالات حالات التوعية توقف هذا التجاوز إلى حد ليكون المجتمع سليما له المرأة قيمة للمرأة قيمة وللرجل نفس القيمة ورغم الديمقراطية التي يعيشها العراق فأن بعض الظواهر العشارية الاجتماعية ما زالت متجذرة إلى يومنا هذا ومنها زواج القاصرات المعروف بالزواج المبكر الذي بات يهدد سلامة المجتمع إذ لم تتصدى له القوانين الرادعة والتوعية المجتمعية من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية من المثنى نتحول الآن إلى أربيل والسليمانية حيث استكملت المحافظتان استعداداتهما لتنظيم احتفالات عيد نوروز واستقبال سائحين من المحافظات وخارج البلد وذكر قائم مقام السليمانية أن الاحتفال في هذا العام سيكون مركزيا وسيستمر لمدة أسبوع كامل وأن جميع الأماكن السياحية جاهزة هي لاستقبال السائحين لافتا إلى إيقاد شعلة النوروز سيكون يوم الاثنين في بارك أزادي وماما يارا وجبل كويزة منوها إلى أن جميع الفعاليات والاحتفالات ستكون مجانية للمواطنين موسيقى لذي الاحتفالات مشاهدين الكرام نصل إلى طيئ أوراق هذا الموعد الإخباري نذكر بأبرز ما جاء فيه قبل زيارته إلى تركيا رئيس الوزراء يكشف أبرز الملفات أمن الحدود وحل مشكلة المياه وزيادة التعاون الاقتصادي موسيقى درع بغداد يطيح بمفرزة إرهابية قتلت الشرطة المحلية والأمن الوطني يحصد قتلة وخاطفين ومهربين في ديانا موسيقى وباحثون يبتزون المشمولين بالحماية الاجتماعية والنزهة تضبط تجاوزا تاريخيا على عقارات الدولة في نينوة موسيقى مشاهدين للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وأيضا انستجرام إلى اللقاء